بسم الله اهلا بكم في نوهاو للسيانة الموضوع ده هو طبعا اهداء وخاص لصديقنا من العراق زي ما انا اتفقت معاك ووعدتك ان انا ان شاء الله هعمل لك الفيديو ده وبرضه طلبوا مني صديقنا من من السودان ويعني انا معلش معذرة اني زي ما قلتلكم يعني بالحاجات دي بتاخد وقت جدا لاني خاصة ان انا بجهز كل حاجة يعني بجهز الفيديو وقص ومنتجة كل حاجة يعني معذرة اعذروني بس في تأخيري للفيديوهات اللي انتو بتطلبوها لكن غصبا عني والله مش مسألة ان انا مش مهتم بالموضوع اول ما بتيجي فرصة يعني بقوم جاي على طول بحاول ان انا اوفي طلباتكم وانزل بالفيديوهات اللي انتو دايما بتطلبوها مني الفيديو ده اول طبعا هو عبارة عن تعديل تايمر ستة طرف لتلاتة طرف وحن نوضح النقطة هامة فيه في الموضوع طبعا احنا مش عايزين نطول وحنخش ان شاء الله على الموضوع على طول ونبتدي نشرح ونشوفوا التعديل هيتم ازاي بحيث ان احنا نستخدم كل الاجزاء اللي في الغسالة ما نلغيش حاجة فيها ونبدأ زي ما احنا متعودين مع بعض بالرسم كده واحدة واحدة ونشوف الطريقة هتمشي ازاي في عملية التعديل اول حاجة عندنا مصدر التيار الكهرابي وقلنا طبعا كل بلد لها الفولت بتاعها احنا عندنا الميتين وعشرين فولت وحن نعتبر ان دي اول حاجة بالنسبان بعد كده المطور والمطور طبعا بيكون فيه التلات اطراف بتوعه وبيحتاج معانا علشان يدور المكسف يبقى احنا كده قادر رسمة بتاعتنا فيها التلات قطع الاساسية عندنا الكهربا المطور المكسف وطبيعي جدا ان المطور قلنا فيه طرف قمن وبيروح على الكهربا على طول والطرفين التانيين بيخرجوا من المطور بيروحوا على المكسف لحد كده احنا تمام والطريقة بتاعتنا دي المعتادة واللي احنا عارفينها لو احنا خدنا طرف الكهربا التاني ووصلناه بالمكسف بطرف المكسف زي ما احنا شايفين في الرسمة كده حنشوف حنلاقي المطور حيدور في اتجاه انا ماشي معاكم واحدة واحدة اهو عشان العملية تكون مبسطة جدا ما يكونش فيها اي الغاز ولو خدنا الطرف الكهربا وعطناه زي ما احنا شايفين في الرسم برضو اهو وحندي للطرف التاني من المكسف حيدور المطور معايا في اتجاه العكسي او المضاد لعملية الدوران السابقة يبقى انا كده ده بالنسبالي العملية كده مفاش اي مشاكل صح كده يا جماعة كده المطور حيدور معايا شمال ويمين زي ما احنا عارفين في عملية الدوران طيب احنا هناخد الثلاث اطراف دول طرف الكهربا هنطلعوا الفوق اهو والطرفين اللي طلعين من المكسف هتطلعهم برضو فوق تمام كده كده كأننا اختبرنا المطور واتطمنا انه هو شغال تمام ما فيوش اي مشكلة الثلاث اطراف دول ما هتطلعوا معايا فوق هنستخدمهم في عملية الطايمر مع مفتاح الصرف هنستخدم طبعا احنا عارفين الطايمر ستة طرف يعني انا مش هنعيدي الكلام تاني ونقول بيتقسم ازاي وبنطلع اطرافه ازاي الموضوع ده احنا كنا شرحناف قبل كده لكن انا هقول بس المكونين دول وتواصلهم في الكهرباء لان انا عايز الرسمة دي هنعدل عليها في التلاتة طرف احنا عندنا مفتاح الصرف وعندنا الطايمر زي ما احنا شايفين مفتاح الصرف بيخرج منه تلات اطراف وقلنا فيه طرف الواحده وفيه طرفين جنب بعض اما الطايمر فهو بيخرج منه ستة طرف الستة طرف طبعا طرفين بجانب بعض واحد منهم اطول من التاني والاربع اطراف برضو فيه اتنين طوال وفيه اتنين قصيرين طبعا احنا شرحنا الكلام دوت قبل كده برضو فقلناه بالتفصيل الطايمر اللي اتنين الطرف الطوال هنديهم للاتنين المكسف تمام كده والطرف الطويل التالت اللي هو جنب اللي هما الاتنين اللي جنب بعض فيه واحد طويل واحد قصير اللي هو الطويل اللي حيروح على القهربة وبكده حيبقى الثلاث اطراف اللي معايا فيه طرف جنب الطرفين حيروح للي هو الطرف الوحد فيه مفتاح الصرف والاتنين التانيين حيروحوا لمفتاح الصرف اللي هما جنب بعض حيروحوا للمفتاح الصرف اللي جنب بعض طبعا برضو انا شرحت الموضوع ده بالتفصيل انا قلتها كده يعني بالسريع عشان الناس ما تملش بس من الكلام كتير طب انا قلت النقطة دي ليه او شرحت الحتة دي ليه مفتاح الصرف يا جماعة ليه قلنا قبل كده ان هو ليه ثلاث وظيف الوظيفة الاولى مدة غسيل معينة بتدور المطور مدة معينة في عملية الدوران والاختيار التاني بتكون مدة اقل شوية من المدة السابقة والاختيار التالت لما بجيبه بيجي على الصرف بيعمل معايا حاجتين بيصرف المية وفي نفس الوقت بيوقف الغسالة عن العمل يعني بأثناء الصرف الغسالة ما بتدورش شمال يمين حتى لو كان الطايمر شغال تمام كده النقطة دي اللي انا كنت عايز اوصل لها عشان هشرح لكم نقطة عليها نيجي بقى لو احنا عايزين نشغل طايمر تلاتة طرف على الرسمة هي هي لكن انا حشيل الطايمر الستة طرف وهحط الاول طايمر تلاتة طرف الطايمر التلاتة طرف في طرفين جنب بعض وفي طرف لوحده احنا هنوصل التوصيلة بتاعتنا عادي خالص زي ما يكون غسالة حوض واحد هنوصل الطرفين اللي جنب بعض بالطرفين اللي جايين من المكسف والمطور تمام والطرف اللي هو اللي وحده ده هنوصلوه بالكهرباء كده الغسالة هتشتغل معايا عادي جدا كأنها حوض واحد اول ما جيب الطايمر على التشغيل الف الطايمر هيشتغل معايا المطور شمال يمين ويجي عند النهاية ويتوقف لكن احنا عايزين نستفيد بنقطة تانية خالص وهي مفتاح الصرف مفتاح الصرف مزته ان انا لما بجيبه على الصرف بتتوقف الغسالة عن العمل زي ما قلتلكو حتى لو كانت الغسالة حتى لو كان الطايمر شغال فعشان كده احنا عايزين نستفيد من نقطة دي من مفتاح الصرف يبقى هندخل معانا مفتاح الصرف في السكة علشان خاطر نستفيد من نقطة زي ما قلتلكو ان انا لما اجي على الصرف يتوقف الغسالة حتى لو الطايمر شغال مفتاح الصرف بيخرج منه قلنا 3 اطراف في طرفين جنب بعض وفي طرف لوحده هنا انا هتطر ان انا اضم الطرفين اللي هما جنب بعض واخليهم طرف واحد يعني اخلي الطرفين دول ملحمين في بعض واطلعهم كأنهم طرف واحد واجي عند الطايمر وحقوم جاي موصل عادي الطرفين اللي هما جنب بعض في الطايمر بالطرفين المكسف عادي جدا ويخرج من الطايمر قلنا فيه الطرف اللي هو لوحده كنا بنوصلوه على القهرباء على طول علشان خاطر يدور معايا المطور لكن انا الطرف اللي هو لوحده ده انا هدخله على الطرفين اللي انا ضمتهم مع بعض النقطة اللي انا بوضح حالكو ان انا هنا بدخل الطرف اللي هو في الطايمر لوحده بدخله على مفتاح الصرف وبيطلع من مفتاح الصرف بدخله على القهرباء وبكده بتشتغل معايا الغسالة تمام ما فيش اي مشكلة لما بجيبها على الصرف بتتوقف والاختيارين التانيين اللي هو اللي انا قلتلك عليهم المدة الزمنية بتاعتهم مختلفة كده انضموا البعض وعطوني نقطة واحدة وكأني انا عايز الطايمر يدور في مدة زمنية واحدة بس عشان كده انا ضميت السلكتين مع بعض بكده نكون وضحنا عملية الرسم ووضحنا ازاي ان احنا بنستخدم التلاتة طرف بدل الستة طرف العملية بسيطة جدا ما فيش اي مشاكل وكل الحكاية ان الطايمر الفرق بينه اللي هو الستة طرف وبين التلاتة طرف طبعا بخلاف الاسلاك والكلام دوت هو الاساس العمل بتاعه انه بيديني مدة زمنية اضافية يعني بيديني مدتين مختلفين في عملية الدوران المطور يعني مدة زمنية مختلفة يعني المطور عادة بيدور حوالي 3 ثواني في اتجاه وبيتوقف عن العمل وبيدور في الاتجاه العكسي 3 ثواني لما بختار اختيار تاني بيديني مدة زمنية حوالي بتاع 4 ثواني في اتجاه واربع ثواني او خمس ثواني في الاتجاه العكسي يبقى دي وظيفة الطايمر وكأن طايمرين في بعض مدتهم الزمنية مختلفة لكن الطايمر التلاتة طرف هو لمدة زمنية واحدة حوالي تقريبا في المتوسط بيبقى حوالي ثلاث ثواني في اتجاه وبيدور الاتجاه العكسي الثلاث ثواني في اتجاه اخر لكن زي ما انا قلتلكم الطايمر الستة طرف ده بس اللي بيفرق بينه وبين الطايمر التلاتة طرف يعني بكده نكون انتهينا من شرح الفيديو ولو في برضو اي استفسارات او انتو برضو في حاجة مش واضحة في الرسم او معلومة ما كانتش كويسة او في اي استفسار برضو زي ما احنا متفقين اه ممكن يكون اه التعليقاتكو على الفيديو او على موقعنا نوهاو للصيانة يعني انا بحاول على كدر المستطاع بنزل فيديوهات يعني اللي هي دايما بتكون مطلوبة او الناس محتاجاها فعلا ما بنزلش اي فيديو خلاص وبردو معذرة في عملية الوقت والله المشكلة في تحضير الفيديو بيبقى العملية صعبة شوية يعني دعوتكم لي بالتوفيق وتيسير الحال والقاكم فيديو اخر ان شاء الله على خير كان معكم علي صابر من موقع نوهاو للصيانة اشتركوا في القناة